أعربت مصر عن قلقها البالغ تجه ما تم الأعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطيرة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وطلبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيدة من عوامل عدم الاستقرار والتوتر واعتبرت مصر أن التصعيد الخطيرة الذي تشهد ساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلى نتاج مباشر لما سبق وانحذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتماء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها موسيقى موسيقى